تواصل التعليقات وردود الأفعال حول ما كشفه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق اليوم بانيتا من أن لقطر سجلاً قياسياً في دعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وحركة طالباً كان بانيتا قد أكد في كلمتي بمطمر مكافحة التطرف والعنف تحت عنوان قطر وعلاقتها بإيران والإخوان أن الدوحة لديها دوراً واضحاً في دعم الإرهاب ويتعين عليها الاتزام بكل قوانين مكافحة الإرهاب سواء داعش أو العناصر الأخرى ترجمة نانسي قنقر